مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من ثلاثون آخرين بجروح بعد وقوع انفجار بشمال شرق الصين قالت السلطات المحلية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيبوا أكثر من ثلاثون آخرين بجروح بعد وقوع انفجار اليوم الخميس في مدينة شنينغ وحدث الانفجار في حوالي الساعة السامنة صباح الخميس في مطعم بشارع طاي يوانان ما تسبب في إلحاق أضرار بالمباني القريبة والتأثير على حافلة حسب ما ذكر قسم الدعاية بالحي وتم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي فيما يجرى التحقيق في ملابسات الحادث وأدى الانفجار أيضا إلى انقطاع الكهرباء على نحو 15 ألف عائلة في محيط الحادث حيث تعمل شركة توزيع الكهرباء المحلية على السعادة الكهرباء في المنطقة وهناك أخبار متدولة أن سبب الانفجار هو انفجار في أنابيب للغاز ترجمة نانسي قنقر